في المناسبة الصفقة ما كانتش مفاجأة لان ناس كتيرة جداً كانت عايزة تعرف إيه الكواليس اللي تمت النادي الأهل ما بيتعامل في مسألة التعاقدات والصفقات ما بيقولش بنسبة كبيرة إيه اللي بيتم لغاية لما الصفقة تنتهي وده أكبر دليل على كده إن الفترة الأخيرة كانت فيه أسام كتير جداً بتتردد لكن في النهاية الأهل كان بيبرم صفقة في اتجاه تاني خالص لدرجة البعض حتى كان بيتكلم إن حصل تمويه في الساعات الأخيرة كان في اجتماع مهم جداً تم ما بين مرسي الكولر مع الكابتن محمود الخطيب ومسؤولي قطاع الكورة قبل الصفر إلى المغرب بـ 48 ساعة وكولر في الفترة الأخيرة بيغير أكتر من مرة في طريقة اللياب وبيبقى عنده احتياجات بالنسبة للمرحلة اللي جاية اسم أحمد كنتوسي من الأسماء اللي تم عرضها على مرسي الكولر ومجرد ما تابعه في نفس اليوم تمت الموافقة الرسمية على التعاقد مع هذا اللياب وبالفعل سافر أمير توفيق إلى الجزائر لإنهاء كل الإجراءات وسافر إلى السطيف والتقى بالسيد عبد الحكيم صرار رئيس النادي والموضوع انتهى مش هقول في ساعات في دقايق بسرعة جداً وبعدها سافر كابتن أمير توفيق مدير التعاقدات إلى العاصمة الجزائر للالتقاء باللاعب وتوقيع العقود الرسمية كل الأرقام اللي تقالت مبارح بعيدة تماماً عن الأرقام الصحيحة كل الأرقام اللي البعض مبارح خرج واكتهد وقال أرقام كلها والله العظيم غير صحيحة غير صحيحة بل بالعكس قيمة الصفقة نفسها أقل بكثير من الأرقام اللي ممكن تدفع في بعض اللاعبين في الدور المصري في الفترة الأخيرة أو حتى لعب أجارب انضمت لأحد الأندية في فترة الصيف لكن اللاعب بقيمة وإمكانيات وصفات أحمد القندوسي هيكون إضافة كبيرة جداً لنلاعب جوكر بيلعب في أكتر من مركز وفي نفس الوقت ما تنسوش في فترة من الفترات الأهلي كان بيتفوق في البطولات الإفريقية وفي كأس العالم الأندية نظراً لعدد من اللاعبين اللي عندهم كواليتي مختلف في منطقة وسط الملعب أنت في فترة كان عندك محمد شوقي وحسن مصطفى تعاقدت مع أنيس بجلبان في وجود محمد بركات في وسط الملعب كنت بتعمل صفقات مميزة جداً وكان في التقويت ده كمان كان موجود حسام عشور فبالتالي مهم جداً تبني في أكتر من مركز عشان الموسم طويل جداً وإن شاء الله بإذن الله طالما فترة الانتقالات لم تنتهي إذن لسه فيه أكيد مساحة إذا كانت الظروف تسمح إنه ممكن يتم إبرام أي صفقات خلال الساعات القادمة